هاي دي فاروق البعض بيارة بيارة ان مشكلتنا مع اسيوبة دلوقتي فنية سياسية وليست قانونية بينما انت حضرتك بتعريض الملف من زاوية قانونية ايه اللي اختلافه كثيرا؟ الاساس اللي ما نحن بيه اولا انا امرأة قانون انا انا في ملكز القانون والعولمة وانا في السابق كنت في الحكومة المصرية مستشارة قضايا حدود وهو تخصصي اللي انا عايز اقوله ان لأ احنا تجهنا حق ازليلينا في وقت غير نتمسك به في سنة الفين فازاي تمشي المفاوضات على مصار فني وكأن هذا السد مسلم بوجوده كان يجب ان نرفض لماذا لم نرفض؟ لماذا لم نرفض؟ لاختفاء الوثائق من امام قولي الامر المشكلة مش في من بيده الامر المشكلة في من يقوم بالعرض عليه غابت هذه الوثائق عن الزهن او الازهان المصرية اثناء الحديث عنها علاوة على ترديد كلمة ان دي اتفاقيات استعمارية 1902 تلاها اتفاقيات تانية توضح ان ده حق لمصر كان يجب ان يستخدم الحصة او الاتفاقية الحصة الخاصة بالحصة التاريخية 29-59 ماذا يعني ان اسيوبية ترفض الاعتراف بها؟ لا انها ما وقعتش على 29-59 هنربطها منين؟ هنربطها ب 1902 و 1906 الاتفاق السلاسي ثم 1934 و 1953 اللي اعترفت بجزء منها وجزء لها 1902 هي اهم حاجة ومن غير كده انت اش هتعرف تربط الجانب الاتفاقي باي اتفاق دولك والحمد لله ان كان عنده مشكلة بدم يوزران باسفيني وبن اريتريا وتمسك بيها سنة 2000 تمسك باتفاقية 1902 تمسك بيها سنة 2000 بعد مئة سنة من توقع وبعد عدم جود برلمان ردا على احد الاسئلة اللي وجهت لحضرتك طيب 1902 اتفاقية 1902 المفاضل مصري هيستخدمها مع اسيوبيا ولا مع الامة المتحدة ولا مع مركز تحكيم دولي ومفروض ما ينفعش الروح لمركز تحكيم دولي الا بموافقة الاطراف الثلاثة لا محكمة العدل الدولية لازم تبقى موافقة اتيوبيا وان كان من حقنا نستصل الفتوى من المحكمة الدولية خاصة بحقوق مصر على مجرى نهريني في حالة تحقيق ضرر في حالة تحقق الضرر او وجود امر محتمل بتحققه في المستقبل وفقا للتقرير مثلا البنك الدولي وفقا للتقرير اللي هي الانترنت ناشونال بانيل اوف اكسبرت اللي اتعمل في 2013 اوكي في كذا حاجة تقدر نقدر نتوجه بها للحصول على فتوى من محكمة الدولية ولنا حق التداعي بالمناسبة امام المحكمة الجنائية الدولية بس دي طبعا من شانال جاء ليها ليه؟ اتيوبيا ومصر موقعوش على النظام الاساسي لمحكمة الجنائية الدولية ولكن روما وقعت عليه شركة ساليني الايطالية احد او اكبر اعراضة لهم روما ما هي الشركة ساليني الايطالية هي هي اللي بتبني السد بتبني السد فنقدر نستحضر الجانب الاتيوبيا امام المحكمة الجنائية الدولية كافراد حتى برضو التحقق البرى تحت المادة اتنين بندبه من القانون النظام الاساسي اللي هي المحكمة الجنائية الدولية اللي بيقول يحاكم امام هذه المحكمة كل من عرضة مجموعة من السكان اللي احوال معاشية من شأنها هلكم كالعطش الكارت الاخير بتاعنا ايه؟ هل هو الموقف القانوني ولا يمكن تكون هناك عندنا كارتين كارت هندسي كارت هندسي فني عمله ووقع عليه في سنة اتنين وخمسين الملك تاروق وبيعتمد على اختلاف المناصيب الأرض بعد ما طبعا توالد كتير على مدار السنين التلويح الاتيوبي بإقامة سد فظهر من هنا مشروع مشروعين بالتوازي قالوا نعمل سد عرفة فيما بعد السد العالي وبالتوازي يتعمل معها قناة ملء هذه القناة طولها 12 كيلو تعملت في موقع معين تحددت حدودها في موقع معين ما بين صحراء بني سويف وصحراء الفيوم وبتصب في خزانات الريان ولها متصرف هذا المشروع موجود وموقعه الملك فاروق في سبعة خمسة اتنين وخمسين موجود فين؟ لقيته في مكتبة عثمان بشا محرم اللي لقيتها في الخارج دخلتها مصر بعد الثورة لما عبد الناصر طلب من عثمان بشا محرم مشروع قومي يلتف حوليه الشعب المصري اتدالوا السد العالي مدلهوش مشروع قناة الملء وأوراقه كانت فقدت في حريق القائرة ماذا لو فشلت المفاوضات القانونية والسياسية؟ الحل الهندسي موجود وهم يعلمون على فكرة خطورته عليهم ليه؟ لأن احنا قناة الملء دي بتقام على الفلق الأرضي انتداد الفلق الأرضي بنلعب على اختلاف المناسيب وجوه أرضنا وإذا بنتكلم تنمية بتنمية برضو هنعمل تنمية جوه أرضنا ويتبقى النتيجة مش حالة قناة الملء هتعمل ايه؟ هتغير ايه؟ هتغير في المناسيب وهتعمل خالخلة في جيولوجيا الأرض هتؤدي إلى النتيجة المحتومة بأن محنة المياه اللي هما وضعونا فيها تستحول إلى منحة لأهل مصر أزمتنا مع أسيوبيا الحصة هم ولا بناء السد من أساسه ولا ملء سنوات سنوات الملء بناء السد من أساسه بناء السد من أساسه من أساسه وأنا باخد برأيي الأقدامين هم ويجب أن نستخدم 1902 وفورا والله من أجل مصلحة الشعب الإتيوبي والشعب السوداني قبلنا لأن احنا في الآخر مستفيدين لو عملنا قناة الملء